أكيد حضراتكم عارفين ده أكتر مني وفقاً للأحوال العالم كله بيمر بيها لو ما كنتش أنت اللي هتنتج أكلك والإنتاج بتاعك ده هو اللي بيدعم صناعتك وبتوفر المواد الخام محلياً عشان صناعتك تشتغل وتقدر تكتفي محلياً وتقدر تصدر خارجياً لما عملتش ده هيبقى عندك مشكلة كبيرة جداً هيبقى عندك مشكلة كبيرة المشاكل دي حقيقي دول كبيرة ودول عظمى ما كانش تتوقع إن يحصل نقص في إمدادات بعض السلع يعني سواء الزيوت أو الحبوب أو المحاصيل الاستراتيجية أو حتى لبن الأطفال بنشوف ده بنشوف زي ما كورونا جات هزت عروش أقوى الأنظمة الصحية في العالم بتأتي الأزمة الاقتصادية عشان تهز عروش أقوى الأنظمة الاقتصادية في العالم بيحاولوا يحتوى في محاولات للاحتواء ولكن لو طال أمد هذا النزاع وقد يكون تأثيراته لسنة أو اثنين قادمة ربما ده يكون دي أثر سلبي على الاقتصاد الدولي والاقتصادات الكبرى زي الاقتصاد الأمريكي يعني مؤشرات المؤشرات الرئاسية في بورس بوال ستريد بتفتح على انخفاض شديد ده بوال ستريد تراجع أسهم بوال ستريد بشكل حقيقي استثنائي وبشكل قوي طيب سهم داو جونز للإنتاج الصناعي بيتراجع حوالي واحد فاصل اتنين وعشرين في المية ستاندرد أنبورز بنسبة انخفاض حوالي اتنين فاصل اتناشر في المية ناسدك انخفاض حوالي تلاتة فاصل تلاتة اربعين في المية كل دا مازال بيحقق خسائر حتى يعني موعد الإغلاق بتاع البورسة مواقع مهمة زي سناب شات مثلا انخفاضات كبيرة جدا 38% انخفاض في أسهم سناب شات ميتا اللي هي التابعة الفيسبوك والكلام دا كله انخفاض بنسبة 6% بنترست دا واحد من المواقع الشهيرة للتجارة والإعلانات والكلام دا انخفض بقيمة لا تقيل عن 17% ففي موجة الحية من الانخفاضات الشديدة بتواجه البورسة الامريكية اليوم